السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله صحابه وسلم ازايك يا جماعة يربي تكونوا بخير وفي افضل حال النهاردة ان شاء الله جايلكو فيديو جديد وباذن الله هنعمل مع بعض وصفة جديدة وصفتنا النهاردة وصفة كويسة جدا وصفتنا هتعالج البرد وهتعالج يعني كل المشاكل اللي انت ممكن تتوقعها ان هي هتحصل ايام البرد بزادة يا جماعة ده ان شاء الله الوصفة بتاعتنا اللي احنا هنعملها ديت وصفة حلو اول هي ان شاء الله الوصفة بتاعتنا هتكون عبارة عن حباية واحدة الحباية الوحدة ديت هتعالج معاك كل مشاكل البرد سوى طاشم او عطس او اسهلات او اي حاجة من المشاكل ديت ده ان شاء الله هتشوفها معايا في قلب الفيديو يلا كده يا جماعة نوصل الفيديو دوت لأكبر عدد من اللايقات ياريت اي حد شاف الفيديو واستفاد منه ما يستخسرش يحط لايك مبدئيا كده زي ما انت شايفين معايا باسم الله ما شاء الله الاحجام معايا بتزيد يوم عن يوم واقول لكم برضو نوع الفراغ ديت الناس اللي هي قالت يا مو شايماء النوع ده حلو للبد ولا لأ كل الكلام ده هتسمعوا مني في قلب الفيديو اللي انت شايفين دوت الفراغ دي يا جماعة طبعا انا كنت جايبها دورة اه فراغ رمضان وان شاء الله ما شاء الله كده بازن الله هتنهض معانا وهتبقى احجامها زي الفل لان طبعا يعني خلاص اه يعتبر بقى يعني معادش حاجة بقى يعني بسطة على رمضان كل سنة انتوا طيبين على ما يجي هتبقى بازن الله بقى الاحجام اللي انت شايفين هدية يعني ما شاء الله اداتنا اوزان عالية جدا وطبعا الناس اللي هي عايزة تبدأ واتجيب برضو من دلوقتي هاتم وبازن الله يعني هتنهض معك تتبحار شمرتى برضو بازن الله هتبقى حلو طيب النوع ده حلوة مشاملة للبيض النوع ده كويس جدا جدا يا جماعة للبيض وعن تجربة ده طبعا علشان الناس اللي هي فكره стало فراغ دي استاسو ولا لا اقت ده طبعا نستاسو ده اللي بتبقى بعد استاسو الدرجة اللي بتبقى بعد استاسو اللي هي ايه جيل تاني احنا بنسمعه يا جماعة جيل تاني اللي هي تبقى بعد استاسوه. تمام ببقى هاجين يعني بس مش الهاجين اللي هو ايه استاسو يعني لأ. ده ببقى جيل تاني بنسمي كده. حلو في البيض اه حلو في البيض وجميل وزي الفل. وكمان الاوزان بتاعت الفرخ حلو قوي. ده طبعا اللي انتوا شايفينه ده ديك. اه الحاجة الحلوة اللي انتوا شايفينها في الفراغ ديت ان هي ما شاء الله المعظمها يعني يعتبر برابر. قالت الاوي لما انت تلاقي ديك كده معك. وده طبعا اللي انا عايزة. بحب بان البرابر اكتر من الديوك. طيب الفرق ديت الفرق بانها وبان استاسو. اللي طبعا ده كويس يا جماعة. ده يعتبر يعني ايه? اه يعني ايه زي البلد المهجن كده. اللي انتوا شايفينه ده هده يعتبر زي البلد المهجن. طب استاسو استاسو حلو في البيض وكل حاجة. وبدك اهوزان عالية جدا. بس مش بيستحمل. يعني ممكن ايه? ما يستحملش معاك البرد اوي. وممكن برضو في الحر ما يستحملش معاك الحر اوي. وعند ما اجا وصله للبيض. يبيض معاك شوية. وبعد كده يليس. يعني اي ليس? يعني يرب دهون. البيض بتاعه بيبقى قليل جدا. تمام? عشان برضو ايه? ابقى واضحة معاكم. كل الحاجات ديت هتفيدكم يا جماعة فحاولوا ان انتوا تكاملوا معاك انا الفيديو الاخر. علشان ايه? منجش بقى يعني نبقى اللي الكلام ونلجع تاني نسأل. لا. كل اللي انت عايزين تسألوه ان شاء الله انا هقوله لكم في الفيديو اللي انت شايفينه ده. ايه. فانا جبت النوع دوت ده كويس جدا. فالناس اللي هي حبه يا جماعة تجيبه علشان البيض هو حلو. هيديك بيض وهيديك لحمة برضو لو انت حبات ان انت تتباح منه. ايه استاسو ممكن يعني عندما يجب ايه ايه يكون مرحلة الشامورت كده بقى الفرخ يعني شامورت كده اقل شوية تعب تبص بقى الفرخ بدأ ان هو ينشف معك. تعمل المستحيل معه برضو ما فيش فايدة. يفضل ينشف لغاية ما يموت. اما النوعية ده ده كويسة. اللي حايف يجيبها يا جماعة علشان رمضان يجيبها. هتبقى حلوة برضو معاك وهتديكي احجام كويسة جدا تقدر تتباح منها على الاول رمضان. تمام? طيب ايه تاني نوع حلو للباد? اه البلد المشعر. اه ده خلي بالكم الدرجة ديت اللي بتبقى فوق البلد المشعر بقى. عشان ايه اوصل لكم معلومة والزبط يعني. الدرجة اللي انتم شايفينها ديت بتبقى فوق البلد المشعر. فا ديت هي والبلد المشعر بتبقى حلوة او برضو للباد وفي الاوزان بتبقى ما شاء الله على ممتازة. تمام? كنا انا كده ايه قلت لكم بقى يعني ايه كل اللي انتم دايما بتسألهم وكل اللي انتم نفسكوا فيه. لو في اي اسئلة تانية اكتبولي برضو في الكومنتات ان شاء الله وانا هارد عليه. اي سؤال انتم عايزينه او عايزين اي استفسار اكتبولي وانا هارد عليكم. طيب. النهاردة بقى انا هعمل ايه? يمكن قبل كده انا عملت لكم وصفات كتير. اه في المرحلة ديت احنا ان شاء الله هنبدأ ان احنا برضو نعمل ايه? وصفات تسمين علشان تخلي الفرخ ما شاء الله يزد معايا الضعف. طيب. اه هل انتم شامعة لسه متأكل بدا ولا لا انا دلوقتي يا جماعة انتم باكتن الاف نامي. بس النامي مفتت. تمام? علشان لما باجي اغير من بدا النامي بغيق بحط لهم النامي اللي هو المفتت. علشان الفرخ يعرف ياكله. شوية بشوية ببدأ ان انا هحط ايه? النمل خشي. طيب دخلت دش ولا لسه? اه هنبدأ بقى من دلوقتي يا جماعة ندخل دش اه ناعم بسيط. يعني اول ما باجي ادخل الدش بدخل دش بسيط جدا. بختبر الفرخ كده. لو انا حطط له شوية الدش ولقاته بينقر كويس كده يعني في الدش. خلص ببدأ بقى ايه? ازود شوية بشوية. وانا بازن الله يا جماعة برضو اما اجي حط الدش يعني ان شاء الله كده على الفيديو الجاي. هبدأ ان انا هحطه علشان الناس اللي جابت معي تبقى ماشية برضو بالزبط. هبدأ احط معكم. وهقول لكم برضو على المقدار اللي انتم ممكن تحطوه. بس ان انتم تقللوا العلف من قدام الفراخ. في الوقت دوات انا ما انصحش اد اي حد خالص ان هو يقلل العلف. اه عندما اجي اعمل خلطة برضو هقول لكم. بس لو حطته دش حطوا كبشة بسيطة خالص خالص خالص. يعني ممكن تحط ايه? كبشة بايدك كده صغيرة. عليك كله العلف اللي انت هتحطيه. خلي الاكترية علف خالص. تمام? علشان الفرخ ايه ما يجيش ينشف معي. ولو نشف معك في الوقت دوات استحال ان هو يرجع يرد معك تاني. كلامنا كده يا جماعة مفهوم. طيب تعالوا بقى كده يلا نشوف الوصفة بتاعتنا. واللي ينسي يحطه لايك يا راتي يحط لايك دلوقتي بجي يشوف الوصفة بتاعتنا او الحباي. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة ده اللي سبرين. اللي سبرين ده ممتاز جدا جدا. وده اكتر حاجة ممكن ان احنا نستعمله في الوقت ده. طبعا كلاتنا عارفين ان الجو برد جدا. فعلشان كده دايما بيحصل عطس اه عطس او طشم او اي حاجة من الحاجات ديت. ممكن ساعات تلاقي ايه? الفرخ كده ساعات جيته سخنة. اه يعني ايه? بيحصل فيه مشاكل كتير يعني او مضعفات كتير في الوقت ده. فخلاف الحاجات دي كمان ان هو بيعالج كل المشاكل ديت. ان هو كمان بيزود الوزن. وده الحاجة اللي انت هتستغربه له. طيب قبل ما اقولك ازاي بيزود الوزن. هنقصر كده التلات حبيات. لان ان عند السقيات ديات بتاغد تلاتة رتل مية. فالمفروض كل اللتر مية بحط له حبيه. ده انا اتكسرته يا جماعة زي ما انت شايفين كده. لو حبينت تدقوها زي البودرة كده برضو ما فيش مشكل. انا كسرته على قد ما قدر يعني. هو كده كده هيبوش في المي. ده كده حطنا المية هوت. وهندي دلوقتي لالفراخ تشرب. زي ما قلت لكم لو في لقدر الله جسم الفرخ سخن فيه تشمة فيه عطس اي حاجة من المشاكل البد ديت. ده طبعا بتودها على طول. طب انت قلت لها مشايمة ان الاسبرين بيزود الوزن. اه يا جماعة الاسبرين كويس جدا. وكمان ساعد بنحطه للفراخ. اه من غير ما يكون عندها تشمة او من غير ما يكون عندها اي حاجة زي ما انت شايفين كده دلوقتي. احنا الفراخ ما شاء الله ماشي معايا كويس جدا وسليمة وصحيتها زي الفل. اه والاسبرين انا بحطه بس كده كوقائي. مرة واحدة كده في الاسبوع حلوة او. كمان بيزود الوزن. ما شاء الله بيزود الوزن. يمكن كمان اي دكتور بتري لو قلت له قولك اه كويس جدا في زيادة الوزن. حلو. طيب اه دلوقتي زي ما انت شايفين كده انا مش فرش اي حاجة لان الفراخ طبعا اه باجي بالنهار بشيل من تحتهم الفرش. انا طبعا الجاو برد. بس باجي اه الصبح بس باجي بالليل بفرش بس القش علشان يبقوا نايمين دافيانين. تمام? ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا ربي يكونوا عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو. واستنيونا في الفيديو جاي بازن الله.